يواصل مهرجان العالمين الجديد تنفيذ الفعاليات المختلفة ما بين فعاليات فنية ورياضية وترفهية في هذا الإطار اختتمت منافسات البطولة العربية للجودو التي أقيمت بمشاركة ما يقرب من 600 لاعب ولعبة من مختلفة الدول العربية هذا وقد تويه فريق القادسي الكويتي بالميدالية الذهبية أمام فريق إمام المتقين العرقي الذي حصل على الميدالية الفضية وتميزت البطولة بالأجواء المشرفة المبهرة بجانب الصالة العالمية التي تقام عليها المنافسات كل هذا بالإضافة إلى إقامة المنافسات بجوار الشواطئ الذي نتج عنه مشهد رياضي سياحي مهيب وأبدت الوفود والمشاركة انبهارها بالبطولة والجهود المبذولة لخروج البطولة بشكل يليق باسم مصر إضافة إلى استمتاعهم بالفعاليات المتنوعة بمهرجان العالمين الجديدة الذي يُعقد تحت اسم العالم عالمين الحمد لله وربنا كرمنا في فرق وخدنا أول بس يعني ربنا ما كرمناش في فردي الحمد لله يعني قبت داعي بمبارح وداعي بالنهاردة الحمد لله ذاكرهم كبيرا ربنا شاركنا اليوم مع نادي إمام المتقين لعبنا مع مصر والحمد لله فزناهم في أول مباراة لعبنا مع نادي القادسية والحمد لله غلبناهم في النهاي لم يحالف أن الحظ الحمد لله شكر حصلنا على مركز الثاني حصلنا على المركز الثاني الحمد لله وشاركنا فرقي وفردي والحمد لله حصلنا نتيجة البطولة على مستوى عالي جدا وعلى كواليتي عالي لعبة يعني مجهزة صح والإداريين والمدربين مجهزين لعبتهم بشكل قوي يعني تنظيم البطولة يعني نشكر مصر والله على التنظيم الجميل هذا يعني ما قسروا معنا بأي شيء وجبات تنظيم اللعيبة ندخل كحكام واحنا مرتاحين أعدادنا كان بمصر كان بالقاهرة مع نادي الشمس وحققنا ذهبية وأربعة فضة وثمانية برونز حصلنا على المركز الثالث بالفرق الحمد لله البطولة ممتازة إلى أبعد الحجود يعني من أفضل البطولات اللي شاركنا فيها الأمانة أولا الله يعطيكم ألف عافية على التنظيم اللي أكثر من رائع والله ما كنت يعني متوقع بهذا المستوى اللي شفناه تنظيم جبار وبالفضل الله الحمد لله حصلنا على مدالية ذهب وأربعة فضة وسبعة برونز وبالتصنيف العام خذينا المركز الثالث ترجمة نانسي قنقر